استشهد ستة مواطنين من بينهم طفلان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال منزلا في النصيرات في وسط قطع فز هذا وأعلنت السلطة الصحية في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41467 شهيدا و95921 مصابا ذلك منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي في اليوم 354 لحربها على غزة برا وبحرا وجوا بات جاليا أنه لا يوجد أي أفق حيال تغير السيناريو الأحداث الدموية لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تواصل عدوانها الغاشم على القطاع حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عددا من الفلسطينيين وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على حي الزيتون جنوب شرق غزة وأطلقت آلية الاحتلال النار على المنازل في حي تل الهوى والصبر بمدينة غزة وفي دير البلح وسط القطاع قصف الاحتلال مركبة مما أدى إلى استشهاد وإصابة عددا من الفلسطينيين وبذلك يكون قطاع غزة قد فقد في مواجهة تلك الحرب الدامية أكثر من 41 ألف شهيد إضافة إلى 95 ألف إصابة غالبيتهم من الأطفال والنساء ولا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض أما في الضفة الغربية أو ما تسعى إسرائيل لأن تجعلها غزة الجديدة فما زالت الجرافات الإسرائيلية تقوم بنبش أسفلت الطرقات في المدن الفلسطينية وما زالت القوات الإسرائيلية تنفذ مخطط مدهمتها واعتقالتها التي بدأتها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على المنطقة المحتلة بالضفة خاصة على مدن جنين وطولكرم ونابلس وطباص إلى جانب مخيمات اللاجئين القريبة